بسهر خير شعب النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الدرس الاول من دروس سير الان جاردنر ضمن الكتاب الايجيبشان جرامر كواعد المصرية القديمة طيب مبدئيا علشان ابدأ الدراسة اللغة المصرية القديمة والخط الهيروغليفي انا لازم ادرك فكرة ان المصر القديم استوحى النظام اللغوي بتاعه من الطبيعة الطبيعة مش كائنات حقيقة بس لكن كل ما يوحد به عارفين انتو كل ما يوحد بالانسان فالنسبيريشن بتاع المصر القديم انه هو استوحى النظام اللغوي من الطبيعة فخلى كل شكل سواء طائر حيوان مثلا اي شيء جماد بقى ليه صوت معين اي دلالة صوتية معينة عايزين نعرف الدرس ده اول حاجة بعيدا عن ان انا اصلا يعني لسه مش بعرف اقرأ بس اعرف اقرأ ازاي اقرأ منين يعني احنا عندنا في اللغة العربية بنقرأ من اليمين للشمال اللغة الانجليزية بنقرأ من الشمال لليمين طب خط الهيروغليفي ده يعني يقرأ منين مبدئيا عايزين نتفق ان هي علامات مش حروف يعني احاول على قد ما اقدر ما اقولش الحروف الهيروغليفية تمام لا هي علامات وهي مقصمة لكاتوجريس على حسب ان كل علامة بتحمل قيمة صوتية معينة والكلام ده هنعرفه في الدرس ده عمدينا لوحة هنا للملك احمس الاول ومتصور عليها برضو اللي هي تيتي شيري طبعا من الاسرة الثمانتاشر شكل زي ده انا لربما يعني استصعب الامور وحس ان العلامات دخلة في بعضها بس تعالوا ندرك الاول ونرجع للوحة دي تاني ازاي انا ممكن اعرف الكتابة ماشية ازاي المصر القديم كان عامل طريقتين اساسيتين يكتب بيهم وفي العصر المتأخر من اللغة اي بداية من الدولة الحديثة بدأ في طريقة تالتة وهي طريقة الكتابات السحرية على البرديات وكانت تكتب من اسفل لاعلى تعالوا نشوف ايه هي الطريقتين الاساسيتين طريقة الاعمدة الرأسية الvertecal columns وطريقة السطور الافكية الhorizontal lines تعالوا نشوف طريقة رقم واحد وهي الvertecal columns الطريقة الرأسية دي بتنقسم لحكتين يالمصر كان بيكتب لي من الشمال لليمين او يكتب لي من اليمين للشمال من الشمال لليمين او من اليمين للشمال طب انا على اي اساس حددت وقلت يمين لشمال وشمال يمين تعالوا نبص مثلا ده شكل تعبان تعبان سنيك ينتج جا الشكل ده بصص كده الشمال الوزة دي بصة كده الشمال الشخصية الجالسة هنا لو مخصص اله بصص الشمال فهقرأ من الشمال لليمين على حسب اتجاه العلامة المثال المقابل لي التعبان بصص يمين الوزة بصة يمين الرجل هنا رايح يمين التعبان القرنت فيبر ده بصص يمين فهقرأ من اليمين للشمال طيب كده عرفنا من اليمين للشمال من فوق لتحت up to down من الاعلى لأسفل تعالوا نجرب نقرأ كده طبعا الصور دي من جيد طبعا هي علامة واحدة وهي مختصرة عن كلمة الجيد اي يتكلم جيد مدو مدوي معناها كلام فالجيد مدو مع بعض بتنترجمها ودي صيغة على اساسها بيتكلم الاله فلما لاقي بعدين ان شاء الله كده يعني في المختلف او متطور شوية لما نجي ناخد الدروس هلاقي مثلا جيد مدو اين تلاوة بواسطة ريسيتيشن باي و اين دا بريبوزيشن فالجيد مدو اين والثلاث علامات دولة هو اسم اله او معبود عند المصر قديم من التسوع المقدس جيب وهو كان معبود الارض جيد مدو اين جيب ريسيتيشن باي جود جيب حناع مع ده حرف جر حناع شوفوا من الشمال فوق لتحت شمال لليمين من فوق لتحت حناع بيست جيت مخصص هنا يا شباب تلات علامات اللي هي ار ايت من الان جاردنار تمام اف ريسيتيشن باي جود جيب وز هز اينيد تمام ونفس الكلام هنا التكست ده بيتعاد تاني نفسه هو بس بيورينا بشكل لما بيكتب على الشكل او على اسلوب الاسطر الافقية نفس الفكرة من اليمين للشمال او من الشمال اليمين من فوق لتحت تمام فقط يا شباب الكتابات السحرية اللي كان بتكتب من تحت لفوق لكن المصر دي من ده من السيستم من فوق لتحت يمين شمال او شمال اليمين على حسب تجاه العالمة جيد مدو جيد مدو اين جب حيناء بيست جيت اف طبعا ما نطقتش ده وهناخد او هناخده ان شوالا ديترماتي تعالوا نبص كده بقى هنا عن التكست الموجود ببساطة جدا انا اقدر افرق ما بين هنا وهنا هعرف ان ده حاجة ودي حاجة لان هنا حورص واقف على السرخ تمام طبعا الاسم الحوري بتاع الملك احمس الاول قائم واسط فبص يمين فانا هقرق من اليمين للشمال طب تعالوا بص العمود ده انا عندي هنا الرخم او انثى النسر هنا بص الشمال والعلامة دي سج او دبات الحلفة بص الشمال برضو نحية الشمال فاقرق من الشمال لليمين وبرضو الطفل الصغير اللي هو مقصص لكلمة شيري تمام بص الشمال فانا هقرق من الشمال اليمين يبقى هنا هقرق من فوق لتحت شمال اليمين هقرق من فوق لتحت يمين شمال هنا طبعا العلمة بصة كده فهقرأ من الشمال لليمين ومن فوق لتحت العلمات دي بصة يمين يعني على اقل هشوف الكويلتشيك كده فرخ السمان بصة يمين فهقرأ من يمين للشمال وطبعا من فوق لتحت فدي طريقة الكتابة يا شباب طيب تاني حاجة عايزة عرفها في اللغة المصرية القديمة حاجة اسمها الفونو جرامز فونو جرامز معناها كيمة صوتية فونو جرامز معناها كيمة صوتية اللي انا اللي احنا بنعمله ده للكلام هي كلها قيمة صوتية حرف الميم كيمة الصوتية هي ميم يعني الموضوع مش هو لوجيكل تمام ان انا الميم بقولوا ميم تمام الباء بكده دي هي معناها كيمة صوتية فالفونو جرامز او يعني اي دي اي ست او معروفة برضو بحاجة اسمها هي القيمة الصوتية المنطوقة للعلامة يعني يرسم لي مثلا شكل صوته كيمة الصوتية بقى اسمها ايه ف او اف قبل ما اتكلم علامات عن العلامات عايزكم تعرفوا حجم هما جدا ان المصر قديم اسم العلامات بتاعته لتالت مجموعات رئيسية صوتية حاجة اسمها ودي علامات احدية وخلاها الالفاباتيك ساينز بتاعته زي الحروف كده الابجادية هي دي العلامات الابجادية اللي عنده الاساسية ودي تحمل صوت واحد شكلها يطلع صوت واحد لما انطوه تاني كاتيجري وهو ومعناها علامات صنائية والصنائية معناها صنائية الصوت بمعنى ان علامة واحدة شكله ينطق صوتين هنا دي يا شباب من الشكل ده علامات صنائية طبعا هنا الشكل ده هنا طيب كده وثالت مجموعة هي هي العلامات الثلاثية اي عندك رائتها بطلع طلع اصوات طبعا مشهور جدا العنخ علامة واحدة ونطقتها شوفوا كم صوت عنخ عين والنون وخه عنخ تمام تاني مثال لعلامة ثلاثية اخذ طب انا هعرف مين حاجات دي لما انا احفظ الكلمات والعلامات بتاعت الدروس اللي انا دايما بقول لكم عليها احفظوها عرف الفونو جرام بتاع والايدو جرام بتاع طيب انا بعرف انت هكتب ازاي على الورق بقى والاحاس اللي تطلع والكلام ده كل عندنا العلماء اتفقوا على حاجة اسمها طبعا how to express the phonograms ازاي اعبر عن الفونو جرامس عندي حاجة اسمها Transliteration System وهو نظام الدلالة الصوتية ان انا ازاي في فرق ما بين كماء الصوتية ودلالة صوتية الدلالة الصوتية ان انا لما كلمة عنخب تجيلي عايز اكتبها طب هل انا بقى يعني شوفوا هنا احنا كتبينها ازاي شوفوا الشكل المكتوبة بيه ادي زي نص دايرة والان عادية وفيه اتش هنا تحتها نص دايرة او كوس يعني انا هل هستخدم انجليش هل استخدم عربي في كتابة لا اتفقوا على سيستم اسمه Transliteration System تمام السيستم ده هستخدم الحروف الانجليزية عادية جدا الا في بعض العلامات او بعض الصوتيات انا اسف هستخدم لها دلالة صوتية او بشكل او حرف ما بشكل اللي انتو شايفينه دا تعالوا نبدأ مثلا ونعرف يعني انا طب هقولكم مثلا بي بي هكتب انجليش بي احنا هنحفظ العلامات دي اللي لما اجا عود عنها تمام هتكتب بالشكل ده المختلف ده طيب لما حب يعني النظام يعبر عن القاف لان المصر دي كان عنده قاف فعمال هالي K تحتها نقطة تمام K تحتها نقطة يعني فيه فيرب اسمه عق عق معناها انتر ادخل فبكتبها بشكل العين ده تمام وعديها القاف بالشكل اللي كي تحتها نقطة فعارف ان دي عق تنتقاف ال-A والالف شبه التلاتة باللغة الانجليزية بس معكوسة معكوسة تمام والعين نص دايرة بس يعني في حاجة ممبايزة عايزكم تعرفوها العين يا شباب شوفوا العين مش في نص السطر يعني مش عالسطر لما باجي باكتب لا دا العين واغداء زي لو فيه بوكس مثلا زي انطبق هنا لا دا انا هكتبها في المربع اللي فوق عالشمال يعني هي بتكون فوق عالشمال من العلامة اللي بعدها تمام مش على نفس السطر لا بتبقى فوق عالشمال فالعين بتكتب بالشكل دا زي يعني اكيدني خدت الجزء العلوي من الحرف العين في اللغة العربية عين طيب انتوا شفتوا فعنخ ان انا كتبت اتش وتحتها كوس فالاتش اللي تحتها كوس او نص دايرة يا شباب تنطق خ تمام خ الاتش وتحتها نقطة تنطق ح الاتش تحتها سرطة تنطق غين الاس اللي عليها زي علامة السبعة كده تنطق شين الت واللي تحتها شرطة تنطق ث او ث يعني والدي اللي تحتها شرطة تنطق ج او ج طبعا انجليز ج طيب انا عرفت النظام دا هستفاد منه ايه لو انا بستخدم قموس زي فيجوس او فيجوس يعني على حسب نطق وديكسون والناس دي قموس دي سيرشابل قابلة للبحث بس هل انا يعني طب انا ما عندش في كبورد الكلام ده هعمله ازاي هلاقي مثلا عندي ان البدل عايز مثلا اكتب ع هلنشوف كده نحاول نفتح القموس هنا ده القموس يا شباب انا مثلا عايز اكتب ع عايز اجيب نطق ع فاكتب ع اي سمول اي سمول وهعمل اي كابتل ومهم جدا ان انا اكون عامل حاجة في الكيس سنسيتيف فالاختيار بتاع لشان ينقيل يعني يبع السمول سمول بالكابتل كابتل تمام طيب الاسمول والاي كابتل دي الاسمول اللي هي العين والاي كابتل اللي هي الا طيب دولة بقى هيطلعوا لي ايه لما اجي اكتب هل هم هيطلعوا لي فعلا العا نبص كده شايفين عا اعمل زوم هنا عا هي يا شباب طبعا عا احد الكلمات نط عظيم فهكذا طيب نطبق مثال تاني لو انا مثلا عايز ابحث عن كلمة عنخ عايز ابحث عن عنخ هكتبها ازاي هكتبها الايه العادية والان العادية خالص وبدل الخاه هعود باكس سمول لازم اخد دا الاسمول والكابتل هنا في السيرش الاكس السمول بالخاه الاكس الكابتل بالغين الاس اللي سمول بالسين لكن الاس الكابتل بالشين التي العادية بالتاء ولكن التي الكابتل بالثاء الدي العادية بالدال والدي الكابتل بالجا والاتش اللي سمول باله تمام ولكن الاتش الكابتل بالح طيب تعالوا نجرب كده نشوف كذا حاجة يعني مسلا نكتب عنخ انا هكتب والن العادية بتاعتي والاكس سمول تمام عنخ لما انتم شايفين هنا طيب نشوف مسلا حج الاتش كابيتل والج كابيتل عشان تكتبي حج فطلعت لي الكلمة هنا فبس اهم حاجة ان انا اعمل ايه السرش بتاعي طيب فهم نظمة تعويض عن الكلمات علشان بعدين لما شوف العلامات دي هعرف ان هي ايه زي دلالات صوتية للكمة الصوتية بتاعت العلامة او الكلمة او الجملة المكتوبة طبعا من خلالها ده شيء اساسي في حل اسئلة الامتحان طيب هناخد دلوقتي نبص كده بسرعة على النظام الصوتي الاحادي بالنسبة للعلامات او اللغة المصرية القديمة اليونيليترال ساينز او اللي هي الالفاباتيك ساينز طيب اه دي اشكال للعلامات الاحدية زي تصوت الواحد اول علامة هنا تنطق ا تاني علامة هنا ايه طبعا ده ايه يبقوا واي زي مسلا تبقى تمام ايه كده ايه ويه فيه فرق الفور ارم ده يا شباب هتكون عين او عا عا بس كده صوتيا عا الكوليتشيك او فرخ السمان ينطق وو يعني الفوت هنا الرجل هتنطق با وفيه فرق عندي من البي او البي وفيه فرق عندي من الستول ده او الكورسي ده تي ايه البيت اي ده الاورنت فيبر هينطق اف او فا الاول اللي هي البومة هتنطق ام او ما يعني انتوا اكيد عارفين الكلام ده الووتر او الووتر وايب او الووتر الريبل هنا هتنطق ان او نا يعني على حاس ما تيجي في نص الكلمة او في اللي هي الموث اللي هو الفم والحيه تمام اللي هو ده ينطق انا هنا شوف يا شباب انا هنا مش حاطة نقطة ولا ولا قوس ولا شرط فتنطق ايه عادية خالص نكمل بقية العلامات الاحدية طيب ده يا شباب هتشوف تحتها نقطة البلاسنتا خ عشان في ايجاز العلامة دي تيبقى غين لعلامتين دولة الحاجات دي اتعرفها من الان جاردنر يا شباب ببقى شوفوها اه الشين اللي هي العلامة اللي هو طبعا البول وهنا الفولدد كلوث وهنا البولد وهنا الالم البليوزديتز عشان برضو الناس اللي متعرفشي تمام الهيل سلوب دي يا شباب قاف قاف شين اس واس والمصر كتب الاس بترقتين الهوريزنتل والفيرتكل ولازم نعرف ان في حاجة اسمات سيمترية وده انا اخدها انا اخد بالنا منها بعدين الاك اللي هي الكاف عبارة عن الباسكت والزهندل الجيم اللي هي الجا ودي ستاند فورجار التي وهي اللوف او رغيف العيش تي تمام الثه وهي التيثلينج روب تكتب التاق تحتها شرطة الدال وهي الهاند فرق من فور ارم وهاند دي تنطق دال والجا ودي السنيك فرق ما بين هورنت فيبر اللي كان في الاول الاف والجا اللي هي ايه السنيك يعني ايه ايدو جرام الايدو جرام زي ما انا كنت تقل لك فيه فونو جرام في ايدو جرام الايدو جرام هي حاجة اساسية كلنا عارفينها يعني هي سهلة مش محتاجة شرح بس احنا هنشر لها العلامة دي لما اسألك على الايدو جرام بتاعها معناه ان انا عايزك تقوله هي ايه فهدي هتقول ان دي ايجيبشن فالشا واعرف الحاجات دي منين موجودة في الان جاردان العلامة دي مسكينة تمام لكن دي فلورينج ريد تمام قصب مظهر ودي اتنين فلورينج ريد ودي اتاليك ستروكس دي مسلا الايدو جرام بتاع ارم او فور ارم لما اسألك على الايدو جرام بتاع ده ده مش كتكوت ده كويل تشيك ده فرخ سمان لما اسألك على الايدو جرام للشكل ده هو الفوت فالايدو جرام معناه دلالة تصويرية حاجات دي سهلة مش محتاج ان انا يعني ايه ان انا العلامة بسارك على ايدو جرام بتقولي دي كزا الريكتانجولار ده الريكتانجولار ده ده ستول كورس يا الشباب مقعد زي اللي احنا بنستخدمهم في البيوت وفي البيوت الارياف لسه بيستخدموه من غير ظهر كورس صغير يعني الاف هنا دي وهي يعني التعبان الابو ارنين ده طبعا دي سلالة من الحيات الشكل ده هي بومة اول الشكل ده هو الشكل ده هو الايدو جرام بتاعه موث الفم تمام وبلاش تقولي موث علشان موث يعني فار هو الايدو جرام بتاع الشكل ده تمام يبقى كده عرفنا كيمة صوتية عرفنا دلالة صوتية من خلالها بعبر عن الكيمة الصوتية ودلوقتي عرفنا الدلالة التصويرية اي الايدو جرام الديترمناتيو ديتر ومينة اهو تيف ديتر مناتيو المخصص المخصص ده عبارة عن علامة تمام ممكن تكون احدية سنائية سلاسية العلامة دي بتنقل المعنى بتاع الكلمة بتسهل لانا افهم الكلمة هي علامة غير منطوقة ودايما بتاجي في نهاية الكلمة يبقى دي حاجات اساسية تمام دي كريتيريا ومعايير خاصة بالدترمناتيو المخصص المصر قديم كان بيحطي لي علامة في نهاية الكلمة يا شباب يعني هي ولا كانت بتنطق لكن كانت بتسهل لي في المعنى وكانت بتفرق لي ما بين الكلمة يعني لما توصل لأدفانسد ليبل وتجي تبحث في القواميس انت مش هيفرق معك الحروف انا ياسر في خلط هي العلامات بتاعت الكلمة لا دي انت هيفرق معك مخصص الكلمة المخصص ده هو اللي هيفرق ما بين كلمة والتانية لان ربما ان العلامات الاحدية تشترك تمام ولكن دايما المخصص يختلف فالمخصص ده حاجة مهمة جدا 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 في القواعد او في النظام اللغوي عند المصر قديم شوية علامات زي دولة بالمخصص ده لما انت تشوفهم هتدرك ان دي يعني دي شكل قطة فالربما ان الكلمة دي قطة وبالفعل ان مياو او ميو تمام معناها قطة يعني هو شايف القطة بتنونة فعلا تقول له مياو مياو خلاص سمها مياو فمياو طبعا هنا المي دي علامة صناعية وانتوا عارفينها اللي هي الملك جوك والفورينغ ريد والكوليتشيك فهنا مي ده في نقطة المي ومياو وده مخصص انا يعني ما نطقتوش جالي في اخر الكلمة وحامل لي او نقل لي ايه المعنى بتاع الكلمة كلمة زي دي بت دي بت جاي مخصص مركب ودبت معناها بوت مش بس المركب يا شباب بيخش في كلمة دي بت لا ده بيخش في اي حاجة ليه علاقة يا اما بالنقل النهري او النقل البحري تمام او انواع البوتس انواع المراكب تمام فالمخصص مش بس بيرتبط بكلمة واحدة بيرتبط بكلمات كتيرة لها علاقة بشكل المخصص طيب لما لاي ان فيه شخص جالس المخصص كمان بيعرف لي ان بتح حتب ده بتح حتب طبعا بتح دي كلها علامات وحدية حتب دي علامات ثلاثية ودي الفنات بتاعتها اللي الكلام عليها في الدروس اللي عملتها قبل كده متمامات صوتية هي علامات ثلاثية كتب مش حتب تب لا هي حتب بس مش حتب تب لا هي حتب بس بالمخصص ده عرفت ان ده اسم شخص بتاع حتب ده اسم واحد له بتاع حتب مرات راح حتب اللي هو يعني غالبا ابن الملك سنفرو وكان باقي مرام شعور واي ان كان الالقاب بتاعته كان اسمها نفرت ونفرت بمخصص او نفتكر ان من استخدامات الصفات لما يجي بعدها مخصص بتتحول لنول فالاسماء لما يبديني الكلمة اسم وبعدها مخصص كده شخص جالس بقى شخصية ست جالسة ايا كان فده بيحول لي الكلمة او يعرف لي ان الكلمة دي اسم شخص ما ممكن ان المخصص زي مثلا الرجلين اتنين دولة بيتحركوا المخصص ده بيخش في كتير جدا من الكلمات والافعال اللي ليها علاقة بالحركة ها مش ها او خا او غا لا دي ها تمام معناها دي سند ينزل بر كلمة تانية معناها ينطلق تمام ايو تمام معناها يعود نفس الكل ده فيها المخصص بتاع الرجلين ان ده مخصص مرتبط بالحركة فأي المخصصات هي فيها الكريتيريا دي يا شباب وبتاجي في كتير من الكلمات وفيه كلمات ملهاش مخصصات وفيه مخصصات بتحمل يعني كلها كده نطق الكلمة كلام ده كله انا هعرفه من الاسبريانس واحدة واحدة طيب حروف الجر والديمونستراتيشنز والديمونستراتيف طيب هنالكلمة يا شباب في الاول عن الشباب هي يعني حوالي اربع كلمات نقدر نستمر في الوقت يعني في الليفل بتاعها دلوقت اول كلمة او اول يعني ديمونستراتيف ومعنىها ديس ده ديس بني دي بتاجي بمعنى هذا او ديس مع الكلمات المفردة والمذكرة لان بيننا هي يعني سنجلر ومسكولين وفي حاجة مهم انا عرفها ان هي دايما بتتبع الاسم بتاعها لما عايز اقول مثلا يعني في اللغة العربية هذا المنزل لما اجقولها بالاكسنت المصري بتاعنا البيت ده شفتوا اختلفت ازاي هذا المنزل بقت البيت ده زي المصري قديم برضو فكان بيحط ان البن اللي هو ده او ديس او كي بتاجي بعد انهم بتاعنا شبهها بس الكلمات المؤنسة تن معناها هذا برضو تمام زي مثلا ايه هذه الزجاجة تمام او بالاكسنت بتاعنا الازازة دي فدي الفكرة بتاعت demonstrative adjective ان عندنا بين والتين بين هي singular masculine مفردة يعني مذكرة وبتتبع اسمها الكلمة والتني نفس الكلام بس هنا طبعا تاقل تاقنيس هناخدها في الدرس الجام او يعني اماما احنا عندنا زي في العربية تاقل تاقنيس المصري قديم كان عنده برضو تاقل تاقنيس عشان كده كل الكلمات المؤنسكة لازم تنتهي بتاق فعندي ان دي بتايجي مع وراء على طول لازم تتبع الكلمات المؤنسة والتنتهي بتاق طيب كي وكت كي وكت عكس بين وتن كي معناها اذر واناظر يعني زي اخر تمام هي singular masculine بالنسبة لكي بس المرة دي بتزبق اسمها يعني مثلا كان عندي ان في التن في مثال نيوتن المدينة دي هذه المدينة this city بس بالانجلش هقولها this city انا لما باجي بترجم مش بنزلها كده تحت بعض يعني مش على الحاسب ما مكتوب بنزل لا بحوق يعني بفهم وبطبق وبنزل فهنا الكيبة لو عايز اقول منزل اخر او other house هقول كيبر مش بركي لا دا كي وكت بيسبقوا النون بتاعهم لو عايز نيوتن اقول مدينة اخرى another city هتكون نيوت هتاجي بعد الكت وهتكون كت نيوت طيب ال prepositions وحروف الجر خلينا نعرف بعض حروف الجر المبدئية اول حرف الجر عندي وهي علامة الام اللي هي الاول البومة بتأتب معنى ان اللي هي فيه by means of بواسطة with مع from من واوت of يعني زي برضو من او خارج من زي الكتاب المشهور برت امهرو تمام الخروج من النهار او يعني فيه الترجمة تانية ربما تكون الخروج في النهار او الانطلاق بدل كلمة الحروج فام prepositions معناها فيه او بواسطة او مع وهكذا طبعا دعا حسب الكلام اللي عندي ان علامة المية بمعنى to الى بس ان لازم توجه الى الاشخاص يعني العقل بس يعني لو انا عندي مثلا احمد هقول له ان احمد الى احمد عندي علامة تانية وهي الار اللي هي الموت بتاعها بتأتي برضو بمعنى to لكن هي دي directed ل يعني مثلا هقول بر احمد وهنا بر او بري لو ينطلق بر احمد او بري احمد تمام ار نيوت مش هقول ان نيوت لا لازم ار لان هي نيوت الكلمة اللي جاية بعدها غير عاقر فالى ليها اداتين هي الان والار ان دي directed to persons والار directed to things كمان حرف جر حر ودي اتي بشكل الوجه ده حر معناها على او concerning بخصوص concerning بخصوص يبقى حر حرف جر معناها على او بخصوص واخر حرف جر حناع حناع اللي لسه قرأناها فوق معناها with او together with مع تمام يبقى دي كانت الحرف الجر ويبقى كده شوية يبقى احنا خلصنا الدرس الاول وان شاء الله الدرس التاني هيكون فيه سرح للجملة سواء اذا كانت الفعالية او الاسمية في القواعد اللغة المصرية القديمة طبعا انا الليسن ده مفهوش السايمينتز ولكن السايمينتز هتكون فيه درس التاني شكرا لكم يا شباب اشتركوا في القناة